اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفيما بعد راهو حذر عبد المجيد هذا كسيد السعيد وحذر هذا حداد في الجنازة انت عريضة مالك والمهم وصر فيها حديث وصرت فيها شوشرة وضحكوا تبادلوا انتعاقه قهقهات وصوروا رسائل وإلى غري ذلك كلكم راهو تابع ما يجري في الجزائر سيما منذ الهجوم الكاسح انتع قناة النهار على وصم راشد بوجدرع كنت قلتلكم في وقت سابق من انه لما تحرك هذا كساعد بوتفليقة عاودوا وراجعوا لتسجيلات انتاعي راه موجودة على الموقع انتاع اليوتيوب كنتم نقولكم من انه هذا ساعد بوتفليقة لما تحرك هو على باله من انه هذا التيار اللي كان هو يمثل هذا راشد بوجدرع بطبيعة الحال موش واحده قلتلكم من انه هذا راهو اعلن كما نقوله اللي تضلرت بالتالي ذرك هذا ساعد بوتفليقة هو كان يخاطب في هذاك التيار نفس الشي في هذه المرة ذرك كين الناس اللي هم رام يقوموا بالتصريحات ويقوموا ببعض المواقف ويقوموا ببعض الاشياء وهذا الناس المشكلوين هو معلى بالهمش بالنظام حتى كيفاش راهو راكب بمعنى انه راهو يقدموا في الخدمات الجليلة لهذا التيار وهو ما في العلن راهو يزعموا من انه راهو يحاربوا فيه وبالهوى بالريح هذا التيار هذا حاكم سوناتراك حاكم المطار حاكم الميناء حاكم السياحة حاكم الإدارة حاكم الكثير من القطاعات اللي متعلقه بالمال ومتعلقه بالشركات ومتعلقه برؤوس الأموال وهذا التيار راهو فيه جهات أجنبية تسند فيه ومش غير في فرنسا كاين بعض من الناس اللي هو ما كل شيء فرنسا راه داخلها فيه بريطانيا داخلها فيه إسبانيا داخلها فيه إيطاليا داخلها فيه الصين داخلها فيه كل الدول اللي راهو عندها علاقات مع الجزائر علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية لأنه هذا الناس هذو من أرباب المال راه عندهم شركات وعندهم استيراد وعندهم تصدير وعندهم باش يضغطوا عندهم من الأدوات تنتعى الإغراء وعندهم من الأدوات تنتعى الضغط اللي يستخدموا فيها وللأسف شديد هو أنه فيه ناس يقوموا بتصريحات ويقوموا ببعض التسريبات حتى هو أنه كين منهم اللي راهو يزوخ كأنه راهو واصل واحد واصل للقيت صالح واحد واصل للتبون واحد واصل للطرطاق واحد واصل للتوفيق قاعدين هما بهذه التسريبات هما راهو يخدموا في هذه الجهات هذه الجهات هما لما يحسوا بالخطر يتحركوا إذن منذ استهداف هذاك واسمه راشيد بوجدرة هذا التيار تحرك ذلك لما جاءت القاضية هذه إنتاع حداد أعلنت فيه بعض المواقع وأعلنت فيه بعض القنوات الفضائية من أنه راها كين بعض المشاريع اللي راهو يشرف عليها حداد هذا وراها النظام الجزائي والسلطة راها هي دارت إعذار الوسم هذا الحداد وفي أيامات إذا كان راهو هو ما قامش بالتسوية انتاع الوضع ينتاع وراها راح تسحب بعض المشاريع هذا عبد المجيد هذا سيدي الساعد نفس الشي راه كين شركات وكين فيه التحقيق وراه كين فيه صفقات وكين كذا هذا الناس تحركوا وهذا ما مش لنفسهم راه عندهم تيار راهو يمشي من وراهم تيار اللي راهو موجود في الجزائر وكين ناس راهو في الخارج تخدم فيهم ذرك هما هذا الناس هذا هما يستغلوا في الفرص ويعرفوا في الأوقات اللي يتحركوا فيها مع الأسف الشديد كين بعض الناس اللي قوموا هما بتصريحات هذيك تصريحات ارتجالية تصريحات مليئة بالهواء مليئة بالفرق كين بعض الناس هكذا اللي قوموا هما مرة على مرة ببعض التصريحات المرتجلة وهذيك التصريحات هما مجداري لأحسابات كين منهم اللي يفوخ كين منهم اللي يزوخ كين منهم اللي ربما هما يبعثوا له هكذا بعض المعلومات اللي هما القصد منها تستري بتاعها حتى باش يشوفوا وردود الفعل والناس كي الأبواق مرات هو أنه واحد يبعثوا له حاجة دون هو أنه يدير لحساب بتاعه والله يروح هو يطلقها كنت أنا لما درت التعليق حول عبد المجد التبون كنتم نقول لكم باللي يا عبد المجد التبون رأوا عندهم ملفات عليه خاصة فيما يتعلق بالأقار بتاعه كنتم نقول لكم رأوا معاود ورجعوا تسجيل تاعي وعاودوا سعموا الكلام تاعي ذرك هذا الناس هما تحركوا شكون هو اللي يسر بالمعلومات هذه باللي رأوا عبد المجد التبون هو رأوا راح للفرنسا على بلكم باللي هذا رئيس الحكومة وإي رئيس حكومة لما يخرجوا يروح للدولة هذا موش مواطن عادي هكذا حكذا قال يعني تفعلوا هو أنه يريزرف الطيارة ويروح بش يروح هو الفرنسا لازم يدير حسابات خاصة وهو أنه رأوا الحديث حول فرنسا من أنه هذ الناس رأوا معهم لا الفرنسا ولا بد من إبعاد الشركات الفرنسية ورايح الفرنسا هو رايح حسبهم هما رايح هو قال يدير في فرنسا أم أنه رأى هو يخوض في معركة مع الشركات ومع أرباب نتع ماله وأرباب نتع فساده ورايح هو جاء الفرنسا يقبل إذا كان يستعمل إما أنه هذ الناس رأوا مكذابين وإما أنه هذ المعلومات هذي اللي رأوا مهومة دولوها وراهم نشرها معلومة موشة موشة مش هي الصحة المهم ذرك هذا عبد المجيد تبونه غيره هو لما يخرج يروح الفرنسا وش يديره هو قبل ما يروح يتصل بوزير الخارجية بموافقة الرئيس هذا لما يكون الرئيس صحيح رئيس رأوا رأوا هو رأوا هو لكن الان اللي رأوا مذركه وما رأوا محاكمين هو القايد صالح والجماعة والقايد صالح والترطاق والاكليك هذو اللي رأوا مضايرين وما اللي رأوا مذركه عندهم البوفوار هذا سعيد بوتفريقة ورأوا عنده الكاشين تأخوه كاشي كاشي هو هذا واسمه عبد المجيد تبون لما يروح هو الفرنسا وغير فرنسا لما يخرج هذا رأوا رئيس حكومة لما يخرج هو إذن هو لازم يأخذ الإذن خاصة الوقت ماذي رأها حكومة رأها بلاد تمشي رأها بلاد تسير رأها مشاريع رأها مشاكل كيفاش الحرائق رأها جاية في الجزائر تقريبا في معظم الولايات السخانة كيفما يقولوا في البلاد يخرج البعير يرعف والسيد قال لك رأه رايح يعقب لذا قم ستعه في فرنسا رايح يتبرد المهم إذا كان هو خرج خرج بمعنى أنه هذه التصريحات اللي دولتها بعض وسائل الإعلان واللي كانت تقصد فرنسا إذن هذا الناس اللي رأهم هما في فرنسا الرئيس والطاقة منتاعه وهذه المؤسسات هما ما يقعدوش هكذا يقعدو يتبعو رأى قاعد الناس يطلق في الهبل تاها عن فيسبوك ولا عن اليوتيوب ولا كذا هذه يراها السلطة هذه يراها دولة هذه يراها نظام هذه يراها مؤسسات بالتالي هما عندهم مصالح انتاعهم قبل ما تتحرك انتاعهم يقصبوك إن حيولك الظن يمنتعك هو هذا واسمه هذا عبد المجيد التبون ما جاش هو جاب بشيحوس إذا كان جاء على باله باللي هذا حديث يطول بالتالي ما يقدرش هو يجي في زيارة رسمية هكذا أمام وسائل الإعلام وقال الرئاء للطائرة الخاصة والحرس والرسمية هذه البروتوكولات وكذا ويجي هو قال راهو جا رئيس حكومة لمدة أسبوع في فرنسا لا يمكن منها لا يقدرش يعلنها بالتالي يعطيوا له مطابع غير رسمي هو لما خرج خرج إذا كان راهو جا هو لفرنسا جاء من أجل الحديث مع المسؤولين الفرنسيين على جال باش هو يصفي بعض الحسابات ويتحدثوا على بعض الملفات وراهو جا هو باش يطمأنهم وجا هو باش يتناقش معهم وباش يحاورهم وكذا 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 إذن هذا الحديث اللي هي تنولت بعض الصحافة خاصة الصحافة الجزائرية تأذرك هذا راهو رئيس سيدي فارضا واللي الخاص والعم على باله باللي بوتفلي قاراهم راهو راهو جايب الاخبر راهو الناس اللي راهو تخدم راهو تخدم في القصر سواء في زيرلدا أو في المرادية أو في أماكن واحد أخرى راهو الناس تخدم في مكاتب راهو الناس تخدم في مؤسسات مختلفة في الجيش في الأمن في كذا وهم من بعد يقروا من بعد تخرج أشياء هكذا كان اللي يسربوها وكي ولكن الرسميات رسميات تخرج في التلفازة الرسمية تخرج في وكالة الأنباء الجزائرية عندهم المؤسسات انتحم كيف هم يسربوا أشياء على قناة النهار ويسربوا أشياء على موقع انت اتي يا صهدك وموقع واحد أخرى كيف هذي راهو أجهزة اللي راهو هي تقوم ما زالت إلى اليوم ما زال هذي الجهاز يتحركوا من أجل خلق مشاكل لخطر علاه هذي المواقف هي لا تخدمهم تحركوا هم ولا جميع انتعهم هذا الجهاز المخابرات اللي كان في وقت انتع توفيق هذا عنده ناس اللي راه مدور كما من أرباب المال عندهم الإعلاميين راه من الآن هذي الإعلاميين راه يتحركوا هذي يمات في فرنسا موازات مع التحرك تعتبون هذي جماعة التعتفيق بالذات راه يتحركوا في فرنسا راه يمشيوا إذن هم راه يتحركوا وكل الأمر راه هو مع قود الانتخابات الرئاسية القادمة إذن هذا اللي راه يجري كله راه هو مرتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة كنت كما قلت لكم في تسجيلات يعني مختلفة إذن كل شي هذا راه مربوط فيه اهتيار راه ينشط راه هم يتحركوا عارفين باللي راه هما فقدوا بعض المواقع فقدوا بعض المسؤوليات فقدوا بعض الامتيازات هما الآن راه يتحركوا من أجل استعمال يد خارجية اللي هي تمكنهم من استعادة بعض المواقع وتمكنهم من استعادة الحكم شغل واحد يحاكم حاجة كان حاكم إليها وبدأ تفلت من يديه يعني راح تخرج من يديه هما الآن ما زالهم راه عندهم ناس راه يخدموا في شركات يخدموا في مؤسسات إعلامية عندهم المال عندهم كل شي عندهم ناس في الديبلوماسية عندهم العمالة يخدموا في جهات مختلفة راه يتحركوا وفي ناس أيضا للجهل انتاحهم مع الأسف الشديد كين منهم اللي الآن في هذا الوضع عوض هو أن الناس قلت لكم مئات الآلاف من المرات من أنه لابد من عمل جماعي لأنه هذا الناس ذرك هما لما يتحركوا كين منهم اللي راه ذرك في هذا الوقت بالذات هو راه يطالب بتنحية تبوت في الإقافة خدم رأسك أخويا خدم عقلك أخويا شاذلي وشداه تعلفيس في الوقت هذا يعوض هو أنه يخدموا مع الشاذلي ويخدموا مع حمروش ويعرفوا الأعداء أنتهم الحقيقيين راحوا هما يطالبوا بتنحية حمروش وبتنحية شاذلي ها ورا شاذي ورا حمروش وينرهم هما كلاتهم غير الإحباس والمعتقالات والمنافي وخلي من الناس اللي راح همات ورب يرحمهم نفس الأخطاء ذرك هذا الناس اللي راح هم يطالبوا بتنحية بتفليقة والله بالإعلان على الانتخابات الرئاسية مسبقة يا هل ترى هما راح من مجدين رواحهم يا هل ترى راح هما من هيكلين رواحهم يا هل ترى راح هما من نظمين رواحهم وإلا راح هما بهذاك التحراك بهذيك التصرفات بهذيك المواقف راح يخدموا جهة واحدة هذي الناس اللي راح منظرك هما قراب للبوفوار وراح عندهم هذه الأدوات انتع الضغط عندهم الوسائل لانتع الإعلام المختلفة عندهم أرباب المال بكري راح كانت عندهم قناة قناة الرسمية عندهم ذلك الآن قناوات هم يخرجوا كما كنت نقول لكم منذ قليل يخرجوا في التسريبات والتسريبات هذي كان لجلب وللفريق نتاهم وللتيار نتاهم على جلبش هما يتحركوا وتحركوا إذا كان شفته في وقت سابق تحرك هذا سعيد بوتفليقة في القضية انت عرشد بوجدرة الآن روز عود تحرك في القضية هذه انت حدات والآن هما ماذا بهم على جلبش هو سعيد بوتفليقة إذا كان هو يضمن لهم الاستمرارية ويضمن لهم هما اوالله غيره هما ماذا بهم ذرك هذا الناس لما تحرك هذا التبون شفت أنا بعض الناس اللي بدأوا هما يقول باللي ندير لي جند مساندة ولما لا هو ان نقدم هذا التبون نقدم ه كرئيس جمهورية في المرحلة القادمة اذا كان هذا التبون هو يعلن الحرب الفساد واذا كان هذا التبون هو يتخذ هذه المواقف اللي كانت الناس هي تطمح لها لماذا اذن هما الان هذا التيار هذا هذه الرسائل اللي الان راكم تشوف فيها بمعنى ما كانش اذا كان راه عندك انت طموح على جل بش انت تكون في المستقبل رئيس ريتي بغلك هذه هي الرسالة اللي الان راه انظرك هو دارها هو الان اذا كان راه وخرج خرج على هذا الاساس قال اودي انا راني موش بهذا الشكل هذا اللي انتو ما راه من الناس اللي بعثوكم التقارير والناس اللي قالوكم والناس اللي خبروكم ون كذا راه موش كذا ون وكذا 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 اذا هذا سعيد بوت في لقاظك اذا كان راه ذرك هو عنده طموح هذه هي الرسالة روح التب المشاريع اللي قلنا لك عليها وروح اخدم وبسلم بالعافية ما عنده ما ادك الامور الاخرى هذه باختصار الشيخشوقة هذي اللي راه والشيخشوقة هذي اللي راه ضايرة في الصائفة الساخنة هذه هذه هي باختصار اذا هما راه متحركوا وراه مشمروا وللأسف شديد والناس راه بالحرائق والناس بلا كرام بالزرد والعراس وهما راه يخطوه راه يحذره راه يوجده في الواح انتخابات البلدية راه راح تكون هي مقدمة وتمهيد للرئيس اللي راه راح يديروه المهم الان المؤشرات راه عديدة تحركات هذه ليست بريئة لان كما كنت نقول هما عندهم وسائل الرسمية المفترض اذا كان راه الرئيس بين قوسين هو انه يديرو هذه الاشياء يديروها في التلفاز الرسمية في شكل بيان والله فكذا هما لا محبوش اعطوه لهذه السبغة الرسمية وقاعدين يمشئوا في هذا الامور عن طريق العمالة انتهم وعن طريق الابواق انتهم في الداخل وفي الخارج وعن طريق هذه الوسائل الاعلام المختلفة كين اللي راه مدرك الميد داعي والمعارضة ونفس الشي كين اللي راه يخدم هو بلا ما على باله راه دير هو في باله راه وسيلة اعلامية وهو ماذا به باش يجيب الحصريات وماذا به باش يجيب الناس وماذا به باش يخرج المعلومات ما على بالوش بالمواطن هو كيف رايح تستعب المعلومات كيف راح تتصرف يعني ما قيمة هو انك تروح تدير تصريح في قناة فضائية والله في وسيلة اعلامية مختلفة سواء كان موقع الكتروني والله صحيفة ولا كذا تدير انت التصريحات وهذه التصريحات هي راح تخدم بلاد ورح رايح هي تحرك بلاد ورح رايح هي تقطع لك الطارق تجلاء اللي خلات هي تونس وخلات ليبيا وخلات دول عربية واسلامية تأخذ موقف ضد الجزائر ما بالوكم انتم بالدول الاخرى عوضوا ان الناس قبل ما تصرح اخويا اخويا انا نغلط لكن انت لما تكون انت ركف السلطة عوضوا ان الناس تستغل هذه الطفرة المالية وتستغل هذه الاشياء وتستغل حتى هذا الوضع اللي الان راه دول المشتعل ليبيا سوريا اليمن نكذا عوضوا انك تستغل هذا الوضع من اجل النهوض بالاقتصاد من اجل النهوض بالشعب رايح انت زيد تدخل البلاد راح زيد دخل راس في حيط ما كفى كون ش استعمار تاقر وثلاثين سنة راح من بعد فكها راح غدوة ذرك هما الناس راح تخدم ذوك غدوة يضع الرئيس تعمل اللي راح يديره وانت ضرب الزرن وضرب الجواق ومن هم اللي راح يضع من قوم العربي بن مهيدي ومن قوم مصفى بن بو العيد هما راح حركة راح يقدم في الخدمات الجليلة لهذا الناس اللي راح تتربص بالجزائر كان اللي راح هو يحوس يقسم الجزائر ترك تخدم فيه ها هم ذرك هما يتحرك عندهم وسائل الإعلام وعندهم القنوات الفضائية وعندهم الأموال وعندهم وانت واش عندك كنت في الفيسبوك أو عندك كنت في اليوتيوب أو مانيش عارف انا واش عندك والله صاحبة أو قناة قناة تمول فيها قطر وتمول فيها تركيا واش عندك واش عندك انت واش ما عندك رؤوس انت اموال كاش ما عندك شعب راه معك وره شعب هذا شعب هذا يقرأ النار شعلا يصور في روحه بالسيل في مع النار واحد غارق يصور في روحه بالسيل في مع واحد غارق للأسف شديد كل مرة تعاد هذه السيناريوات والناس ما تتعظ ما تدي دروس ما الله وان اخطأته فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله